صباح الخير جميعا صباح الخير دكتور كيف يكون إن شاء الله بخير أهلاً أهلاً في عندي فأزلنا نبين عندي في جويس الأشهب عندي سجا علي يومنا عواضة فرح صايخ آيباد ما بعرف من هو آيباد عندي لين برغل فاطمة صبرة محمد محسن زينب قاسم وفاطمة بعربكي وهلأ فاتت غدير من أنا وزهراء الأخضر أهلاً زهراء أوكي كيف يكون إن شاء الله بخير كيف معنوبياتكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب إحنا من شاء ما نخسر شوية وقت باختصار أنا اللي رح أعملو هون اليوم رح نعمل لأنه أول كم محاضرة هني رح يكون مبدئياً بشكل مراجعة بس بدي أعملها مراجعة على السريع من شان أد ما فينا نربح وقت أوكي رح تكون الفصل الأول هو مقدمة صغيرة الفصل الثاني رح يكون هو أكتر شيء في مراجعة لأشياء مفاهيم شفتوها أنتو بالأول بدنا نهايك بأعطيك رح يمكن على طريق ذي يعني طريقة ثانية وبعدها ما نفوت بالمحتوى بالمحتوى تع المقرر المحتوى تع المقرر رح يكون أكتر هو محتوى اقتصاد كله لأن احنا عما نحكي تقلبات اقتصادية عم نحكي شو عم يصير بالبلد ككل وعم نحكي كيف عم يتقلب يعني أنتو تعرفوا أنتو شايفين أكيد شيء اسمه دورة الاقتصادية وطالع نازل في عنا القمة في عنا الركود وفي عنا الانتعاش شايفين الله هول نحنا اللي عم نشوفه اليوم اللي بدنا نشوفه بهذا الكورس هو يعني الأشي اللي بتخلي تخلي الانتاج الوطني يطلع وينزال بس ما بعرف عداش نقدر نغطي الموضوع لأنه في عندي كتير أشي بدي نغطيها قبل ما نوصل طيب خليني بلش أنا عم سجل محاضرات رح سجلهم هول تتسجل محاضرة تاعت اليوم محاضرتين ورا بعضهم كل محاضرة رح تكون أربعين دقيقة ومن ورا هون ان شاء الله نحنا بركي بنعمل ما بعرضا بنلح بنقدر نعمل محاضرة تانية أونلاين السبت اللي جاي وبنرجع التانية نشوفكم بالصف هادي بنرجع بنتواصل أنا وياكم على الجروب بنأكد عليها اوكي في حدا عنده سؤال قبل ما بلش النوت تاع الكور رح يبعطتكم إياه أنا بس خاصة أول كم فصل مش كتير أنا مفصل فيه هون بالنوت بس ولكن فيه كونت كله موجود عندي هون رح نشرحه رح يبعطتكم إياه المبدئين اليوم وبعد شوي بيبعطتكم إياه إذا الله بريد أو أياه صحيح برك الظهر أو قبل الظهر هادا عنده سؤال قبل ما بلش هادا عنده استفسار زهراء الأخضر زهراء الديلي جيتي على الصف ولا مين ها تكرنا ها من دلي جيتي على الصف فاطمة مزبوط طيب فاطمة لكن بس تذكريني مشان أبعثتكم الأزانسيت أنا أبعثتكم النقطة على الكور أوكي وإذا بدكم تطبعوا ماشي تمام في سؤال قبل ما بليش عند حدا ما عنده استفسار لا أقل لكم شغلي أنا ما بدي بس مشان تكونوا هيك جاهزين نفسيا في طلاب ما بيحبوا لهيدا الكورس ما بعرف لاش بس خلينا نجرب نعملوا شوية فن على قدر الإمكان اللي عنده أي استفسار بدي يعني بس ما ما تترددوا وتسألوا لأنه الطريقة اللي أنا بعض تعرفوا يمكن شفتوني سنة الماضية الطريقة اللي بعضي فيها الكورس شوية مختلفة عن الزمل الباقيين بقى بدي تجربوا تستفيدوا على قدر الإمكان ماشي الحال هلأ اللي راح أنا عم بلش في فائزان هون كيف بعملوا هيدا أوكي لح بلش أعمل شير سكرين من عندي أول شغل اللي بدي يشتغل عليها هون هي الموديلينج نحنا بالماكرو إيكوناميكس والمايكرو إيكوناميكس كمان والطول نشتغل شيء اسمه موديلينج نعمل نموذج يعني النموذج أنتو ماخدين إيكوناميكريكس مش هاك أهدك مرسا النموذج الاقتصادي مثلا خلينا ناخد نحنا اخد نموذج اقتصادي صغير مثلا كيو كوانتيتي ديماندد عم نحكي نحنا هون عن سوء التفاح ماشي الحال سوء التفاح لكوانتيتي ديماندد هي بتساوي إذا بدكم كيو إذا فانكشن يعني أوف برايس ومسلا خلينا نقول لأنه المقصود فيها أنه الطلب على التفاح هو يتحدد بالكمية بسعر التفاح وبدخل بدخل متوسط الدخل يعني إذا بدكم أنا فين اكتبها كيو دي بتساوي A أو خلينا نقول A بلس أو B B0 بلس B1 بلس بلس B2 بلس بلس مشارك هلا هادي متل ما شايفينا هون النموذج في عندي برامترز أو معامل يعني البي زيرو البي وان والبي تو أوكي هول برامترز 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 أوكي في عندي كمان هون بال بالمعادلة ها هي زيتا في عندي متغيرات تانية يلي هم الـ و وفي عندي كمان متغير يلي هو هون هلأ شو الفرق بين لش عملتوا هول بالأحمر ولش عملت هادي بالأخضر هول بالأحمر أنا ما عم فسرهم يعني أنا ما عم فسر ليش سعر سعر السعر التفاح ليش عم يطلع وينزل أوكي أنا ما عم فسر ليش مثلاً الـ بهذه المعادلة شو اللي عم يخلي الدخل يطلع وينزل ما شو الحال أنا اللي بدي أعرفه بدي أعرفه هي هاي قوانتيتي ديمانتل أوكي بالتالي هادي بسميه هون هول اللي هون variable exogen variable exogen أو exogenous variable أوكي بينما هادي شو بسميها variable endogen endogenous مخدينون أنتو والـ exogenous والـ endogenous مشاي اي يعني dependent و independent dependent و independent هادي dependent هادي dependent هادي هادي independent هادا النموذج اللي انتو شايفينه هادي هادا بيخليني يجرب أنا مثلاً أعرف شو عم بيصير بالكمية المطلوبة من التفاح ما بيفسر لي ليش التفاح سعره عم يطلق وعم ينزل ما بيفسر لي لاش الدخل عم يطلق وعم ينزل أنا باخد الدخل باخد الدخل وباخد السعر التفاح كيف عم يطلق وكيف عم ينزل ماشي الحال؟ بدي استعملوا لهو لشوف كيف عم بيأثر على الكمية بالتالي أنا بدي شوف كيف لاش الكمية عم تطلق وعم تنزل شو هي العوامل اللي عم بتأثر على الكمية على ذاك نحن عم نقول لها dependent variable لأنه depends on price والincome يعني باختصار أنا ما بدي فسر ليش السعر عم يطلق وعم ينزل ما بدي فسر ليش الدخل عم يطلق وعم ينزل إنما بدي استعمل المعلومات تعولتي عن الدخل وعن السعر لأعرف ليش الكمية المطلوبة عم تطلق وعم تنزل ماشي الحال أنا هون طبعا بتوقع إنه البي وان تكون negative لأنه لما يطلع السعر الكمية بتنزل وبعرف إنه بتوقع كمان إنه البي تو positive لأنه لما يطلع الدخل العالم بتشتري تفاح أكدر إذاك طبعا إذا عم نحكي نحنا إنه سلعة عادية مش سلعة رادية ماشي الحال طيب هلأ هون هيدا النموذج هيدا طبعا هيدا نموذج اقتصادي ولكن هيدا النموذج ما بيشرح لي مثلا كيف الحرارة بتأثر على الكمية المطلوبة من من التفاح ما بيشرح لي مثلا كيف الثقافة لأنه في ناس حسب ثقافتها أو حسب إذا بتكون حسب الطوق تعولها بتاكل تفاح أكتر وبتاكل تفاح أقل تعرفوا أنتو بالمناطق اللي عنا في لبنان مثلا التفاح من الفوكل اللي إله كتير شعبية بإنما إذا بروح على إفريقيا بلد استوائي أصلا هنم ما بيعرفوا للتفاح كتير عونيكا بالتالي ما فين استعمل ذات النموذج وانما كان وما فين استعمل ذات النموذج لفسر كل شي مثلا يمكن التفاح بالصيفية عنا بلبنان يؤكل أكتر من الربيع أو يؤكل أكتر من الشتاء بالتالي هيدا النموذج ما عاد بيفسر لي ليش بين شهر وشهر عم بيتغير سعر التفاح أو عم تتغير الكمية المطلوب من التفاح هون بدي روح على شي تاني بدي روح على مش على شي تاني على شي هون أنه النموذج اللي بحطه لفسر ظاهر معينة ما معناته أنه أنه هو النموذج المطلق أنه ما في غيره لأ في عندي شغل تاني أول شغلة هي أنه النموذج ممكن أنا أطوره بعد طوره وزيده مثل شو يعني مثلا ممكن حط هون أنا أزيد عليه درجة الحرارة شو بيماكس عن الوذر هون أنا بعمله أدابتيشن 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 برش عبذكر أنه المقصود فيه هون النموذج ما لا يسري في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل شي بدي أعمله أدابتيشن هيدا الأدابتيشن بدي تكون بشكل بدي تكون شو هي الواريابل أو الواريابل يلي بدي زيده شفتوه أنتو بالإيقنامتراكس كمان لأنه ممكن أنا بدل ما يكون في عندي بي تري ممكن استعمل أنا بي تري لوج أوف تي اي ام بي على هول مش احنا مش موضوعنا هون بس إنه إجمال هادي شغلة الشغلة التانية طبعا هيدا النموذج ما بيفسر لي ليش البطالة في لبنان عم تطلع وعم تنزل وما بيفسر ليش التضخم في لبنان وسعر الليرة اللبنانية عم ينزل بالأرض بالتالي كل ظاهرة اقتصادية بدي فسر لها بدي استعمل لها النموذج تعولها ماشي الحال فايسان تمام انا بفتري مش روها احكي اكتر من هك بهذا الموضوع بس آخر نقطة بدي اركز عليها متما حكيت كنتكم قلت عام لكم لا مشكلة ظاهرة اقتصادية تعتمد ذات النموذج يعني هذا بيفسر لي ليش الطلب على التفاح بيطلع وينزل بس ما بيفسر لي ليش البطالة عم تتغير ما قلن عليها ببعضهم بدي استعمل نموذجتين الشغلة التانية اللي بديش احكي عنا اليوم بهذا الهون بدي احكي عن قصة على طول نحنا بنحكي بذا بتتذكروا انتو شايفين كينز يعني بالإيقراميكس على طول نستعمل عبارة المدى الطويل والمدى القصير المدى القصير والمدى الطويل طبعا المدى القصير والمدى الطويل ما في شي هيك اذا بتكون بيحدد لي انه هذا هلأدي مدى قصير وهذا هلأدي مدى طويل ولكن احدى الميزات اذا نعرف اذا نحكي نحن عن المدى القصير والمدى الطويل هو الفرضية التي تتكينز اللي بتقل لي انه الاسعار ثابتة على المدى القصير نسميهم ستكي بحسب النظرية الكنزية الاسعار بتكون ثابتة على المدى القصير انه ما بتتغير بسهولة الاسعار لفرشيكم كيف يعني الاسعار ما بتتغير بسهولة اذا بتتذكروا اول ما بلشت الازمة عنا بلبنان يمكن كان عموكم شي 15 سنة بس ولكن اجمالا اذا ما بعض اذا بتتذكروا مثلا ضلت اسعار الانترنت ضلت اسعار الوجيرو كلها على دولار الالف وخمسمية ما تغيرت كليتها حتى الكهرباء تقريبا بعدها لها الكهربت الدولة بعدها تقريبا على دولار الالف وخمسمية هلأ بلشو وصلوا الفواتير الجديدة اسعار الجرائد ما تغيرت اللي فات على المدرسة وقصت المدرسة عشرة مليون ليرة او خمسة مليون ليرة لما كان عم بيطلع الدولار خلال السنة مش كل المدارس غيرت اسعارها في مدارس طلبة الزيادة في مدارس ما طلبة الزيادة اللي عم بيقولوا كينز انه على المدى القصير الاسعار ما تتغير بسهولة بينما على المدى البعيد قال اسعار تتغير بسهولة اذا بتشوفوا كمان بتروحوا على السوبر ماركت لما تروح على السوبر ماركت طب انه طلع الدولار اليوم شوية ما رح هو يغير السوبر ماركت يجيب الموظفين تعولوا يقولوا انه انزلوا غيروا كل الاسعار تعولوا لا ما بيقدر يعمل لانه اذا بدي يحط الموظفين يشتغلوا وهذا كلها تكاليف على انه الموظفين عندهم الف شغلة مين بدوا يصير ينزل البضاعة من الكاميونات مين بدوا يصير يحط البضاعة على رفوف بيصير بدوا يجيب موظفين زيادة بيقول كينز انه بهذا الحال انه لا مرات هو بيفضل انه يحافظ على الاسعار تعود لو كانت تابتة ويخسر فيها شوي احسر ما انه يجيب لموظفين يقضي يغير كل اسعار ويخسر اكتر طبعا هون انا بحكي عن تغيرات طفيفة هاي النظرية تاك كينز على المدى الاسعار التابت على المدى القصير كتير نحنا رح نستعمل ها بالتحليل هلا واستعملنا السنة الماضي لما شفنا النموذج كنا حتى زي تذكروا الاس الم كنا عم نفرض انه ما كنا ندخل اسعار بالتحليل لانه كنا عم نفرض ان الاسعار عم تضل ثابت على المدى القصير بالتالي ماناش متغير يعني بناخد ها باعتبار ماشا حال هلا انا برأي انه هاي دا النظرية شوي بلشت مع التطور التكنولوجي انه نظرية ثبات الاسعار بلشت تروح تزول مثلا لا مثلا هلا اذا بتشوفوا كتير سببير ماركت بتروحوا ما اصرت اصبحت تشوفوا الاسعار بتغير بتحطوه على سكانر مش هيك بياخدوا كيسر رز بمرقوا ع السكان بيشوفوا قداش سعره بالتالي صار مسألة التغيير الاسعار مسألة كتير سهلة خدوا ع السكان ودغري بيبين عندك اذا انا في عندي كزا خمسة خمسة لف صنف بالسوبر ماركت ما بدي روح قلب لهم كل يط قلب لهم أصعر لأ بحط أول شي سعر بالدولار مش الحال ع السيستم بحط سعر بالدولار وبحصوا بسعر سعر بالدولار قدي والسيستم بيحسب لي قداش سعر سعر على الليرا اللبنانية ما بد يعني هو برجع بقى ربطة خبز بقى وكيل وكيل كيس الرز مثلا حقه دولارين هو شو بدخل الاي تي عنا بالسوبر ماركت بيحط بدخل اليوم انه الدولار اليوم بيسوى مئة ألف بالتالي كل شي حقه دولارين بيصير اوتوماتيك لي بنحسب على مئتين ألف طلع الدولار اليوم صار مئة وخمسين ألف اللي حقه دولارين اوتوماتيك لي بيصير حقه 300 ألف بالتالي صار تهير الاسعار أسهل بكتير وحتى انا بدي زيت تكون شغلي كمان بكرة بتشوفوها ان شاء الله على المستقبل انه بكرة على الرفوف كليتهم لحت تلاقوا الاسعار محضوطة بشكل إلكترونيك يعني الرف او هو الرف في إله وحد إلكترونيك او انه بنحط مثل هيك كيف الساعة شغلي على قد الساعة بس الى 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 وهاك بتصير تغيير الاسعار سهل وبتصير فرضية تغيير الاسعار أسهل كان ماشي الحق هلا بقيل الواحد يعني شو الفرق بين المدى القصير والمدى الطويل المدى القصير هو المدى يلي الاسعار فيها بتكون ثابتة أما المدى البعيد فبتكون متغيرة وكل شي بيكون متغير على المدى البعيد هلا ممكن يكون في نوع تاني من الاسعار ما بيتغير بسهولة هذا حتى لو صار في عنا الكترونيا تطور تكنولوجيا يلي هو الأجور الأجور العمال أجور العمال كمان هذه بحسب كينس أنه أنه أجور العمال طب أنا عملت عقد مع أستاذ المدرسة على هذه السنة الدراسية بخمسة مليون طيب خلال السنة الدراسية مش كل المدرسة تعطي زودة لأسات زودة أنا عملت أنا عندي مصنع في شي خمسين عامل وعم بعطيهم كلهم خمسة مليون والدولار عم يطلع هل أنا أطوماتيكيا لحطلع أجار العمال لحزد لن أجار أبدا مش هيد اللي بيصير بالأرض على طول على طول الامبليور صاحب المؤسسة ما بيزيد أجور العمال بسهولة بالتالي هذا أحد العوامل يلي بتخلي الأسعار تكون ثابتة ما تتغير كمان بسهولة عادة لما يخرص الكنتراكت ويجي وقت التجديد بيزيدوا أجور العمال أوكي هذه مبدئيا هون رح رح على الفصل الثاني مبدئيا هذا هو الفصل الأول المقدم صغير يش جيد بقدروا على الفصل الثاني يلي هو عندي هون 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 هذا هذا شو اسمه الكور تقول لكم الفصل الثاني هون النتج المحلي النتج المحلي انتم شو بتعرفوا حدا ما بيقدر يعرف شو النتج المحلي يعني هو كل شيء ننتجه داخل البلد منطلع الوطن طيب كل شيء ننتجه داخل البلد أوكي يعني أنا أنتجت ضايد مثلا هذا بفوت بالنتج المحلي وأنتج تطحين بيفوت بالنتج المحلي وأنتجت حمص كمان بيفوت بالنتج المحلي وأنتجت شو اسمه الطحين بيفوت بالنتج المحلي وأنتجت خبز بيفوت بالنتج المحلي الخبز والطحين اتنيناتهم بيفوت بالنتج المحلي يعني إذا أنتجت مثلا 10 كيلو طحين وأنتجت 15 كيلو خبز كلهم يفوت بالنتج المحلي إذا هول أنتج نعم بلبنان حدا عنده جواب قبل ما أنا جاوب بكن تساعدوني إذا أون لا بتنام وبتخفله ما ما أحنا بيجاوب فرجينا إذا نشوف مين في عنا بالصابع من هون شو يا زهراء غدير محمد فاطمة إسراء حرب شيرين بنوت ندا مكة حدا بيساعدنا إذا أنتجت أنا هون 10 كيلو طحين اتنين بفوتو اتنين بفوتو يعني خليني أقول مثلا إذا عندي 10 كيلو أوكي أي يعني 10 كيلو طحين مثلا حق الواحد دولار واحد بيطل عندي عشرة دولار و 15 كيلو خبز حق الواحد اتنين دولار بيطل عندي هون 30 دولار مشاك بيطل عن إنتاج المحلي 40 دولار مصبوط شو يا زهراء هذا المفروض أوكي حضرنا عنده جواب تاني فيك تستعيني بصديقيا زهراء إذا بديك دكتور هنأخد بص الخبز نقول الطحين نحن استعملنا لنصنع الخبز 50 دولار بص نأخد أوكي إسراء حرب عم بتقول إنه لأ نأخد بص الخبز لأنه الطحين استعملنا لإنتاج الخبز بالتالي هو مادة شو بسموها مادة وسيطة سلعة وسيطة أو مادة أولية استعملت لإنتاج الخبز بالتالي ما بتفوت شو رأيكم شو يا زهراء لا أعطيني رأيك إنتي what makes sense لا بتقوله إسراء منطق والله لا طيب أوكي خلينا نعم تفضل هو هو الزيادة بالقيمة المضافة أوكي فالطحين عمدت مثل ما قالت إسراء حتقون بالخبز فهي هناخد تعول الخبز بس حسن عم بيقول أنه الـ GDP أو الإنتاج المحلي هو مجموعة قيم المضافة بالتالي بالتالي الطحين عملنا منه خبز ما بيفوت بالعنش بس حسن أنا بيسألك سؤال الطحين بحد ذاته هل هو أنتج ولا ما أنتج 10 كيلو طحين هو 10 كيلو طحين 5 كيلو قبل ما نقول 5 كيلو 2 كيلو أنا اشتريتهم بالبيت لأعمل فيهم كيك بالمنزل راحوا يعني السوبر ماركت بعتهم للبيوت وراح منه 8 كيلو للأفران أوكي طحي قام الأفران يلي أخدوا هول 8 كيلو أنتجوا أداش إلنا أنتجوا 15 كيلو خبز 15 كيلو خبز هول 15 كيلو خبز قيمتهم ضرب 2 200 2 200 30 دولار أوكي طبعا سعر كيلو الطحين سعر كيلو الطحين سعر 1 دولار طيب هلا هون لح أنا بدي أخذ من عند أمير وآخذ من عند إسراء كفي من عند هون إسراء كانت عم تقول أنو الطحين سلع وسيطة بالتالي ما بتفوت بالداخل المحلي حسن عم بيقول أنو أنا بدي أخذ بس القيمة المضافة اللي عم يحكو طنينا صحيح بس أنا بدي فرشيكم عملتوا هذا المثل هون لتشوفوا شغلتين أو خليني لكم إذا بدكم نسجلوا هعدكم مش هكتبة عندي إجمال الناتج المحلي أو إجمال الناتج المحلي هو إجمال الناتج المحلى هو مجموع القيمة السوقية هو مجموع القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية فإجمال النتج المحلي هو القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد معين في فترة زمنية محددة فإذا قيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد معين في خلال فترة زمنية محددة عادة هاي الفترة بتكون السنة فإذا نحن عم نحكي عن القيمة السوقية لما أقول القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات القيمة السوقية لأنه قيمتهم بالضلع لأنه أنا إذا بدي أنتج تفاح وانتج بطيخ طيب كيف بدي حسب أداش أنتجت أنا؟ يعني كيف بدي يجمعه مع بعضهم اللي هو الكلاياتهم؟ ما بينجمع بطيخ مع تفاح مع بطاطا مع لحم حرفتوا شو؟ طيب كيف بدي يجمعه مع بعضهم؟ بجمع القيمة قيمتهم الآن برجع بيقول لي هو مجموعة القيمة السوقية كيف يعني مجموعة القيمة السوقية؟ إنه أداش عم ينبيع بالسوق لكافة السلع والخدمات النهائية شو المقصود كافة السلع والخدمات النهائية؟ يعني اللي عم توصل لعند المستهلك فإذن السلع والخدمات النهائية هن اللي عم يوصلوا لعند المستهلك كيف يعني؟ خليني أنا أخذ هذا المثل اللي عندي هون أنا في عندي عشرة كيلو طحين في عندي اثنان كيلو راحوا على البات اشترتهم مرتين مشان تعمل فيهم كايك وبدأ تعمل فيهم صفوف وبدأ تعمل فيهم ما بعرف شو هو الاثنان كيلو بما انه راحوا على البات الاستهلاك المنزلي معنى هول سميهم سلعة وخدمات نهائية اما ثماني كيلو اللي راحوا للأفرام صاروا سلعة وسيطة بالتالي ما عادت سلعة نهائية فإذا هول ثماني كيلو بيفوتوا بالناتج المحلي الجواب هو لا ما بيحسبوه اثنان كيلو هون اللي راحوا على البات بيحسبوه بالناتج المحلي هول بيحسبوه بالناتج المحلي خمساشر كيلو خبز كل واحد حقه دولارين هول راحوا للبيوت وتشترتهم العائلة بيفوتوا بالناتج المحلي طبعا بيفوتوا بالناتج المحلي يعني هول بيفوتوا بالناتج المحلي هلأ اللي عم بيقولوا حسن انه بس نحن من القيم المضافة واللي عم تقولوا اسراء بس السلال الوسيطة ما بتفوت مش ما بتفوت لأنه لا تحتسب في الإنتاج لا هي أنتجة بالتالي لازم تفوت بطريقة معينة يعني أنا كفلاح وأنتجت طحين أو أنتجت قمح طب هذا راحوا العالم عملوا فيه برغول وبيعوا بالسوق طب أنه ما بيفوت البرغول ما بفوته طحين هذا أنتج بالبلد الجو بدأ بيفوت بس ولكن هيفوت بطريقة غير مباشرة لأنه هول 30 دولار اللي هون بيتضمنوا حق الكهرباء اللي دفعناها للفرن ويتضمنوا حق الخمير اللي حطيناها بقلب الفرن بيستعملناها للفرن ويتضمنوا حق الطحينات اللي اشتريناهن هون وفوتناهن اللي عملنا فيهم الخبز على ذهيك أنا إذا بدي أحسب 8 كيلو للأفران و30 و15 كيلو خبز كأني عم بحسب الطحين مرتين حسبته هون كسلعة وسيطة وحسبته هون سلعة بقلب الخبز مشان اتفايدة هذا الموضوع أنا رح شير ساعتها كل السلعة الوسيطة أما 2 كيلو اللي راهوا على البقات ما فاتوا بالخبز تاعة الفرن بالتالي أنا سأتبع الحالي قداش بدي يسير النتجة المحلي بحسب 30 وهذه 2 كيلو ضرب واحد بتساوي 2 بيطلع نتجة المحلي 32 دول وضحة الفكرة في حدا عنده حسن مش الحال إسراء مش الحال هذه الفكرة اللي عم نحكيها هون تتطبقك بكتير حالات معينة مرات أنا بروح بشير كيلو لحمة بياخدوا لعدي على البات هذا بفوت بالنتجة المحلي بينما إذا فرن اللحم بعجين لحد البات اشترى 5 كيلو لحمة اللي يعمل فيهم فطاير لحمة ويبيعهم هون ما بفوتوا بالنتجة المحلي فرن لحد البات اشترى لحمة اللي يعمل فيهم لحم بعجين ويبيعهم ما بفوتوا هون اللحمة باللحم بعجين مصبوط كيف بدأت بيين اللحم ساعتها بالإنتاج بتبين بي سعر اللحم بعجين تفضل لو عم تشرب أخو إذا بحق إذا حنا محب يشرب معي دكور ماشي الحال طيب في عنا فائساً إلنا نحن إجمال ناتش المحلي هو إجمال القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتج في بلد معين يعني كل ما ينتج في لبنان ماشي الحال ما إلي علاقة بما ينتج بسوريا ولحظوا أنه كل ما ينتج في لبنان ما عم قول أنه ما ينتجه اللبنانيون عم قول كل ما ينتج في لبنان يعني إذا في عندي شاب مصري عم يشتغل عندنا بالشركة وأنتج خبز هذا يفوت بالنتج المحلي إذا في عندي النطور السوري اللي عندي موجود بالبنية عم يعطيني خدمات مش عم يعطيني خدمة النطور هذا يحسبها بالنتج المحلي اللبناني أوكي فإذا إجمال السلع والخدمات المنتجة في لبنان في خلالي فترة زمنية معينة يعني كل ما ينتج في لبنان في خلال العام 2023 بيفوت بالنتج المحلي على 2023 أما ما أنتجه في عام 2022 ما بيفوت بتاع 2022 في أشياء ما بتفوت بالنتج المحلي ما لا يدخل ما لا يدخل في الناتج المحلي في الناتج المحلي فإذن قلنا بالأول السلع الوسيطة هسبناها في عندي شغلة تانية ما أمتجه أو خلينا نقول السلع المستعملة السلع المستعملة يعني إذا في عندي سيارة مستعملة أو خلينا نقول نحنا بلبنان شو ما نعمل أوكي عندي بيت أنا معمر بيت من عشر سنين والسنة طرد بدي بيعه لهذا البيت هل يحسب هذا البيت من النتج المحلي تاعه لنا تاع هذه السنة اللي جاوب هو لأ لأنه هو لم ينتج في هذا العمل اللي عم بيصير في عندنا هون هو تغير بالملكية بس أوكي وفي عندي هون ما لا يدخل في السلع والخدمات هو السندات والأسهم أنا كشركة أو أنا كان عندي أسهم وسندات بعتهم هل بيفوتوا بالناتج المحلي جاوب هو لأ هل ما بيفوتوا بالناتج المحلي ما قلن عليها وفي عندي شغلة بعد ما بتفوت بالناتج المحلي قبل ما أنسى نحنا هذه المحاضرة ستخلص بعد دقيقتين نحنا منخلص على التسعة وعشرة تقريبا أو تسعة وحد عشر دقيقة من نتاح عشر دقايق بتاخدوا بريك وبنرجع منفوت على الصف الثاني على ذات اللينك هو ذاته ماشي الحال عندي هون بعد في شغلة الانتاج المنزلي الانتاج المنزلي كيف يعني الانتاج المنزلي مرات أبو علي الخضرجة أو خليني أقول أنا عندي بالبيت بزرعة بندورة حول البيت بزرعة خص حول البيت قطفناهن وأكلناهن بشهر رمضان هالهول بيفوتوا بالانتاج المحلي الجواب لا كل ما ينتج في المنزل لا أعطل حدا شيء هل بتفوت بالنتاج المحلي هون ما بتقود تفوت بالنتاج المحلي لأنه بصير اسمها انتاج منزلي بعد شوية رح أحكي لكم إن شاء الله بالحصة التانية رح نحكي عن التضفق الدائري التضفق الدائري هو نموزج مبسط لكيف السلع والخدمات والنقود والأموال تمشي بقلب البلد وهدي بساعدنا نفهم شوية الناتج المحلي بشكل أو بآخر إذا بدكم خلينا نعمل لهون رح أفرض أنه في عندي هون الشركات وفي عندي الأسر أو العائلة